السلام عليكم ما المقصود بالأمراض المزمنة؟ الأمراض المزمنة هي مجموعة من الأمراض التي لا تنتقل بالعدوى من شخص لآخر فهي تصيب الشخص نتيجة سلوكه الخاطئ في الحياة الأمراض المزمنة علاجها عادة يمدد طول عمر الشخص وليس لفترة معينة علاجها مكلف ترتبط بالسلوك الغزائي والحرقي الإصابة بها تكون صامتة ولا ينتبه المريد لها إلا بعد حدوث المضاعفات لا تنتقل بالعدوى أسباب الإصابة بهذه الأمراض اللعينة واحد كلة النشاط الحرقي تعاطي الخمور ارتفاع ضغط الدم تناول أطعمة غير صحية ولكن سؤال الذي يطرح نفسه كيفية الوقاية من هذه الأمراض واحد الاهتمام بكبار السن سواء في التغذية أو الكشف الدوري على القلب والأوعية الدموية تنمية الوعي لدى المرأة وذلك بالابتعاد عن العوامل المساعدة على ظهور وانتشار أمراض القلب والأوعية الدموية تناول أطعمة صحية تحتوي على البروتين والكاربوهايدرات والدهون الصحية الامتناع عن التدخين نهائيا ممارسة الرياضة بانتظام وأخيرا أود أن أقول لكم كان معكم مقدم الفيديو دكتور أحمد أشرف وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر